مساء الخير نهار اليوم كانت الأجواء بردة سجلت درجة الحرارة في عمان 11 درجة مئوية هاي الليلة رح تكون الأجواء بردة رح تسجل درجات الحرارة في العاصمة عمان 5 درجات نسبة الرطوبة رح تكون 62% رح ننتقل لدرجات الحرارة غدا نهارا في عمان رح تكون الأجواء معتدلة نهارا رح تسجل 11 بلد رح تنخفض لأربع درجات مئوية يوم الاثنين والثلاثاء رح ترتفع درجات الحرارة مع هبوب رياح نشطة السرعة رح تسجل درجات الحرارة نهارا 19 بلد رح تنخفض لأعشر درجات مئوية وهلأ رح نسعر درجات الحرارة في المدن الأردنية والبداية رح تكون من المناطق الشمالية إربة تسعة غدا 15 جرش وعجلون 8 درجات وغدا 15 رح تسجل درجات الحرارة هاي الليلة في المفرق 6 درجات غدا 14 الزرقاء 7 درجات وغدا 15 وأجواء غائمة مطار ملك علياء 5 درجات غدا 14 صلت 6 غدا 12 مادبا 5 درجات وغدا 12 درجة رح تسجل في البحر الميت هاي الليلة 13 غدا 21 الكرك والطفيلة 5 درجات وغدا 11 معان هاي الليلة أجواء باردة 3 درجات وغدا 15 مدينة العقبة أجواء معتدلة 14 وغدا 25 وأجواء مجمسة اروشة 5 درجات وغدا 18 وأجواء غائمة بالانتقال لاخراء الدرجات الحرارة تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة لتكون الأجواء دافئة في العديد من مناطق المملكة بالنسبة للملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة رح يطرع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة هبوب رياح نشطة السرعة وأجواء لطيفة يوم الثلاثة رح ننتقل لأخبار الطقس والمناخة حول العالم طلب من آلاف الأشخاص إخلاء منازلهم القريبة من بركان تال في الفلبين بعد أن ثار مطلقا الرماد والأبخرة إلى ارتفاع مئات الأمطار وثار البركان الواقع في بحيرة جنوب العاصمة مانيلا بشكل مقتضب بحسب المحهد الفلبين لرصد نشاط البراكين والزلازل الذي حذر من زيادة الثوران البركاني وهلأ رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم موسيقى نهاية نشرة الطقس لليوم شكرا لمتابعتكم عودي إلاك محمد شكرا جود